يقول فيها ربنا تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وأهل الكتاب هنا الذين أرادهم الله تبارك وتعالى هم النصارى فهو ذكر العام وأراد الخاص فيا أهل الكتاب تدخل فيها اليهود والنصارى هالأصل هم أهل الكتاب اليهود والنصارى ولكن هنا أراد النصارى واليهود ذكروا قبل اليهود طعنوا في عيسى صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه يعني ابن زيناء والعياذ بالله وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم أولئك أهل الكتاب أيضا وهم اليهود الآن أكسهم تماما الضد سارت مشرقة وسرت مغربة شتان بين مشرق ومغربي أقصى اليمين وأقصى الشمال تفريط وإفراط فهناك سب ولعن وطعن في عيسى عيسى والسلام هنا غلو في عيسى عيسى والسلام حتى وصلوا به إلى أنه ابن الله إلى أنه شريك مع الله أنه إله مع الله سبحانه وتعالى فالله تجل وعلا كما أنكر على اليهود كذلك أنكر هنا على النصارى فقال يا أهل الكتاب لا تغلو والغلو هو الشيء الزائد غلا في كرمه غلا في محبته غلا في سبه الغلو هو الشيء الزائد عن الحد قال لا تغلو في دينكم وقال في دينكم أي دين الذي أنتم عليه ضد هذا الغلو لا تغلو في دينكم لأنهم يرون أن الغلو في عيسى من التدين لأنهم جعلوه إلها جعلوه ربا مع الله تبارك وتعا وذكر القرطبي رحم الله تبارك وتعا أن النصارى اتفقت كلمتهم على أن الله ثلاثة الإيمان بالأقانيم الثلاثة وإن اختلفوا في من هؤلاء الثلاثة مع اتفاقهم أن الثلاثة هم الله وعيسى واختلهم في الثالث وبعضهم قال الثالث هو مريم وبعضهم قال الثالث هو روح القدس الذي هو جبريل عليه السلام الله جل وعلا هنا ينكر عليهم يقول لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق لا تكذبوا على الله ومن أعظم الافتراء الافتراء على الله كما قال الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيباته من الرزق للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ثم قال قل إنما حرم ربي الفواحشة ما ظهر منها وما بطك والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانة وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا فجعل هذا أشد من الشرك لأنه شرك أصلا أن الإنسان يفتري على الله الكذب وهو يعلم ذلك إن هذا من الكفر وهنا الله تبارك وتعالى يقول ولا تقول على الله إلا الحق والحق أن الله إله واحد وأن عيسى ليس إلها مع الله إنما هو عبد الرسول وأول كلمة نطق بها عيسى صلى الله عليه وسلم لما جاءت به مريم على خلاف في قول الله تبارك فناداها من تحتها هل هو عيسى أل هو جبريل لكن لما أشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبي قال إني أبد الله وأول ما تكلم عيسى قال إني أبد الله صلى الله عليه وسلم من غلوهم في عيسى صلى الله عليه وسلم وهم غلوهم في عيسى وغلوهم حتى في علمائهم أو عبادهم كما قال الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حتى إن عدية بن حاتم رضي الله عنه كان نصرانيا بل كان من علمائهم ولما أسلم وسمع هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله جل وعلا من دون الله أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله ما اتخذناهم أربابا يعني الله صادق سبحانه وتعالى فيما يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ما اتخذناهم أربابا فكان يظن أن اتخاذهم أربابا هو أن يعبدوا من دون الله تبارك وتعالى فبين له النبي صلى الله عليه وسلم سورة من صوره الربوبية فقال ألم يكونوا يحلوا لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرموا عليكم ما أحل الله فتحرمونه قال نعم قال تلك عبادته فصور العبادة ليست متوقفة على قضية السجود له أو دعاءه من دون الله هناك صور أخرى من صور العبادة يقول الله تبارك وتعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله فقط وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمته ألقاها ما هي هذه الكلمة الكلمة كما قال الله تبارك في الآية الأخرى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن كن هذه الكلمة كلمة كن قال له كن ماذا قال ربنا الله أعلم قال أحملي قال كن عيسى كن ولدا الله أعلم لكن كلمة قالها الله تبارك وتفخلق منها عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فكان فهذه هي الكلمة وإذا قالوا ليست الكلمة هي عيسى ولكن عيسى وجد بالكلمة ليست الكلمة هي عيسى وإنما خلق عيسى بالكلمة انتبه إلى هذه القضية لأن يرون أن عيسى جزء من الله يقول لهم وليأذب الله وليقل وروح منه قالوا أيضا روح منه أي جزء منه لا الروح هنا إما هو روح القدس وهو جبريل عليه الصلاة والسلام ما نفخ في جيبها كما قال الله تبارك وتعالى ومرم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا الذي نفخ هو جبريل بأمر الله تبارك وتعطال نفخنا لأن الله هو الآمر سبحانه وتعالى والنافخ هو جبريل وروح منه أي من جبريل أو الروح هنا الريح وهي النفخة التي نفخها جبريل عليه السلام كان يعني طبيبا لهارون الرشيد فهذا الطبيب النصراني قال يوما في مجلس هارون الرشيد القرآن يشهد لنا في أن عيسى ابن الله القرآن يشهد بذلك قالوا كيف قالوا في قوله بكلمة إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله إنما عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال فلما كان روحا منه إذن منه للتبعيد وهو بعض الله وهو جزء من الله سبحانه وتعالى وقدر الله تبارك وتعالى أنه كان موجودا الواقدي المؤرخ المشهور فهذا الواقدي رد على هذا النصراني تلك الدعوة في آية من كتاب الله تبارك وتعالى وهي له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه جميعا منه قال فهل السماوات والأرض هي من الله؟ ولذلك من هنا ليست للتبعيد وإنما هي الابتداء فالقصد إذن أن الآية وروح منه أي من قبل الله تبارك وتعالى عن طريق جبريل الذي هو روح القدس يقول الله تبارك وتعالى فآمنوا بالله ورسله سواء كان عيسى، موسى، إبراهيم، هود، صالح، محمد، يونس، سليمان، داود صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين فآمنوا بالله ورسله ثم قال ولا تقول ثلاثة هنا لا تقول ثلاثة قالوا فيها محذوف أي ولا تقول الآلهة ثلاثة ولا تقول نعبد ثلاثة الله واحد سبحانه وتعالى ولا تقول ثلاثة انتهوا خيرا لكم وهنا أيضا في محذوف انتهوا يكن خيرا لكم انتهوا فإن الانتهاء خيرا لكم أو خيرا لكم فالقصد انتهوا يكن خيرا لكم لا تقول ثلاثة لأن الله واحد سبحانه وتعالى ثم قال جل وعيا إنما الله إله وحد وحد وليس ثلاثة لماذا؟ لأنه إذا تعدد كان مثله إذا كان له ولد سيكون مثله إلها لأن ابن الإله إله وإن كانت له زوجة إذن إلهة لأن زوجة الإله إلهة وإذاك لما أنكر الله تبارك وتعاليه ماذا وقالوا اتخذ الله ولد أو اتخذ الرحمن ولد قال لقد جئتم شيئا إده تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولده وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولده إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده لقد أحصاهم وعدهم أدى وكلهم آتيه يوم القيامة فرد فلم استثني أحدا كلهم ومنهم عيسى عليه الصلاة والسلام ولذا يقول الله تباركة لعيسى يوم القيامة وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغلوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني بأن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد هكذا إذن هكذا فلا يجوز أن يتخذ ولد لله تبارك وتعالى وذا قال سبحانه سبحانه أي يكون له أي نزه تنزيها مطلقا من أن يكون له سبحانه وتعالى عن الولد جل وعلا قال سبحانه أن يكون له ولد أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء علي أن يكون له ولد لا يمكن أن يكون لله ولد سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه أن يكون له ولد هنا وقف ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض وهذه رسالة له ما في السماوات وما في الأرض ومن ضمنها عيسى هو في الأرض والله له ما في السماوات وما في الأرض إذن ليس إلها مع الله وإنما هو عبد مملوك لله تبارك وتعى مخلوق مربوب لله جل وعلا له ما في السماوات ليشمل عيسى وغيره صلوات ربي وسلامه عليه له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا أي كفى بالله معتمدا كفى بالله ملجأ يكفي سبحانه وتعالى لمن لجأ إليه لمن اكتفى به لمن وقف بين يديه يكفيه سبحانه وتعالى لأنه الكافي وهو لا يحتاج إلى أحد جل في علا